أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم والتسليم على حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد بعدد الفاس الخلائق اللهم صل على محمد وآل محمد بعدد رحمة رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد حياكم الله مشاهدين الأحبة نحن وإياكم في هذه الحلقة الخاصة بذكر ولادة قمر بني هاشم سيد الماء وحامل اللواء سيدنا ومولانا أب الفضل عباس سلام الله عليه ومن نحن نتشرف الآن بالجلوس في هذا المكان المبارك المجابه والموازي للقبر الشريف لسيدنا ومولانا أب الفضل عباس وبهذه المناسبة نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبركات لمراجعنا العظام بدءا من مولانا صاحب العصر والزمان والمراجع العظام والأمة الإسلامية جمعا بذكر هذه الولادة الميمونة أرحب بكم حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرحب بضيفي العزيز جناب الشيخ محمود الصافي حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتباركين ومبارك لكم هذه الولادة الميمونة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حقيقة نبارك للأمة الإسلامية وكذلك لمقامي صاحب العصر والزمان إمامنا الحجة عجر الله تعالى فرجه الشريف والعلماء والمراجع العظام بهذه المناسبة العطرة وهي ذكرى ولادتي مولانا أبل فضل العباس بن أمير المؤمنين عليه السلام سلام الله عليك سيدي ومولاي وحياكم الله جناب الشيخ رضيكم مولاي كما هو معروف أن أمير المؤمنين سأل أخاه عقيل بأن يختار له امرأة ولدتها الفحول كي تنجب له بطلا وشابا يكون ناصرا للإمام الحسين عليه السلام وقائدا لجيشه في عاشوراء وكأن الإمام سلام الله عليه كان يرسم طريقة لبناء هذا الشاب فلماذا العباس سلام الله عليه دون غيره اللهم صل على محمد وآلي محمد بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الواقع عندما نقف على هذه المسألة وهذه الرواية التي تقول أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سأل أخاه العقيل والمعروف في التاريخ أن عقيل كان نساب وعالم في هذا المجال في علم الأنساب علم الأنساب وكذلك في بيوت العربي والبوادي لذلك عندما أرشده هي لم تكن في المدينة في البادية في البادية نعم هذا الجانب الجانب الآخر أراد أن يبين لنا أمير المؤمنين سلام الله عليه عليه ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختاروا لنطفكم لنطفكم فأن العرق دساس وأن الأخوال أحد الضجيعين ويروى أن أخوتي أم البنين يعني أخوال العباس كانوا شجعان وأبطال وكانوا يسمونهم بملاعب الأسنة نعم أي الرماح أسنة الرماح أحسن وهذا الوصف حقيقة في ساحة المعركة يعني أن الإنسان في ساحة المعركة بالرمح لا يمكن أن يصيبه هو بالسيف رمح أطول من السيف وابعد مسافة يقول بهذا البعد ما يقدر هذا وصف دقيق جدا أحسن هذا النوع من أنواع الشجاعة الذي كان يتحلى به أخوة أم البنين أحسن أخوة أم البنين هذا الجانب الجانب الآخر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كما تفضلتم الرواية هكذا تقول كان يرسم ويهيئ لهذا اليوم وأي يوم يوم نهضة الحسين يوم الأصلاح أحسنت لأن الإمام ما خرجت أشرا ولا بطرا يعني دولته يقول أنه منهج السياسي أو برنامج الإصلاحي بيّنه قال أني ما خرجت أشرا ولا بطرا وأنما خرجت لطلب الإصلاح ولا مفسدا ولا ظالم كذا إنما خرجت لطلب الإصلاح فإذا يريد يقول أنا هذا منهجي برنامجي هذا فيريد يعد الشخصيات لهذا اليوم لماذا؟ لربما تقول لماذا؟ لأن على علم ويقين أن الحسن لم يكن موجود معلوم لو موجود الإمام الحسن ما أعتقد الإمام يهيئ لأن الحسن أيضا شجاع وبطل ولكن الإمام الحسن استشهر قبل الحسن بعشر سنوات لعلمه بهذا الأمر سلام الله عليه لأنه ولما بيّنه النبي صلى الله عليه ورسم الله لأنه النبي صلى الله عليه ورسم الله نحن عندنا رواية يقول أنه يوم مولادة الإمام الحسين سلام الله هي عليه الذي الإنسان يكون يفرح بكى الحسن بكى النبي صلى الله عليه ورسم الله كان بيت المحمدي في حالة عزاء أحسن لماذا؟ قال الآن جاءني جبرايل وقص لي قصة الحسين وما يجري عليه فلذلك يشوف أنه نفس الحالة أيضا جرت على أمير المؤمنين عندما ولد أبو الفضل العباس عليه السلام كما يروى أنه أخذ كفيه وبدأ أن يقبلهما يقبلهما يقلبهما ويقبلهما ويبكي فالرواية هكذا إذن كان أمير المؤمنين سلام الله عليه يريد أن يهيئ شخصية تكون ساندة للإمام الحسين وكيف لاوى أن العباس سلام الله عليه وكان قائد الجيش في ذلك الزمان في ذلك الزمان جرارب الشيخ كما تعلمون أن قائد الجيش كان لابد أن يتصف بصفات دون غيره أحسنت القوة والشجاعة والجسمانية هذه الموسات كانت للعباس نعم هذه مثل ما ذكرنا أن أمير المؤمنين كان يرسم حياة هذا الشاب في أن يكون قائدا وحاملا للواء أحسنت نعم بني تفضل لذلك نرى أن في التاريخ عندما نقف على شخصية أبي الفضل العباس عليه السلام منذ الصغر منذ الطفولة كان له هذه الملامح القوية الصالبة البصيرة هذا أن كلهم كانت موجودة في أبي الفضل العباس منذ الصغر أي كأن أمير المؤمنين زرعها في نفسه بهذه المعنى نعم إلى أي منزلة وصل أبي الفضل العباس عليه السلام في الروايات المذكورة والنصوص التاريخية المروية عن أهل البيت عليه السلام يعني إذا نريد أن نقيم من نحن كي نقيم هذه المنزلة ولكن يكفينا فخرا أن أبي الفضل العباس سلام الله عليه وهذه الشهادة للإمام زين العابد للإمام الصادق سلامه عندما يقول رحم الله عمي العباس أنه كان شجاعا بطلا نافذ البصيرة كان صلب الإيمان صلب الإيمان ونافذ البصيرة هذا يكفي يكفي هذه الشهادة تكفي هذه المنزلة ناهيك عن أنه جعل له زيارة خاصة له نعم الزيارة المروية هي عن الإمام الصادق سلام الله هذه الزيارة التي نقرأها اليوم بين أيدينا هذه مروية عن الإمام الصادق هذا يكفي قال عندما تصل وتقف عند المساقف فقل سلام الله وسلام ملائكة المقربين وأنبياء المرسلين إذن المنزلة والمكان كلش عالية كلش عظيمة جدا رفيعة منزلتها كمنزلة الإمام المعصوم كيف لا وهو عاشر أمير المؤمنين سلام الله عليه الذي كان إماما وعاشر الإمام الحسن سلام الله عليه وعاشر الإمام الحسين وبالإضافة إلى هو كان في زمن الإمام السجاد والإمام الباقر كل هذه المناهل كانت تصب في هذه السجاد يعني أبي الفضل العباس مثل ما تفضلته تحت ظل مجموعة من الأئمة المعصومين ناهيك عن أنه شنو ابن إمام المعصوم اللي هو أمير المؤمنين سلام الله وأخو إمامين معصومين الحسن والحسين وأيضا عام للإمام زين العابدين سلام الله عليه زين بعد الإمام الباقر كان صبي وشاهد ما حدث في كربلا يعني إحنا اثنين قدنا الشهود من الأئمة حضروا وشاء أحسن فلذلك أشوف الإمام الباقر عندما أخذ من أبيه ما جرى في طف في كربلا أغلبها وين رواها وقصها للإمام الصادق لذلك أغلب الروايات في قضية الإمام الحسين واقعة الطف شو ترواه عن طريق الإمام الصادق سلامه صادق على اعتبار تسلسل صارفي كما ذكرتم جناب الشيخ أن حسب هذه الرواية المروية عن الإمام الصادق عليه السلام أن عمنا العباس كان عمنا العباس صلب الإيمان ونافذ البصيرة كيف يمكن للإنسان أن يكتسب مثل هكذا بصيرة كبصيرة المولاء بالفضل العباس عليه السلام وصلب إيمانه في مجابهة فتن هذا الزبان طبعا الواقع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أمطون دروس وأمطون مناهج حقيقة واسطة سيرهم وما سأله أصحابهم ما سؤلوا عن أصحابهم أو أصحابهم عنه في ذلك الزمان عن فتن آخر الزمان فكثير الروايات ولكن أريد أن أبين لهذا الجيل لهذا المجتمع كيف يمكن بهذه الكيفية أنا لا أريد أن أقول كونوا كالعباس عليه السلام مئة بالمئة لا ولكن خلنا نكون كزرارة ابن آيون أو كأصحاب الإمام الحسين الذين هم واجهوا وجابه هذا السلط ومهاجههم مهاجههم دون الحسين مهاجههم دون الحسين لذلك نقول علينا أن نكون ذا بصيرة أن ننظر بعين البصيرة أن نتجرد عن كل شيء من الإشاعات التي تشوه والتي تجعل الشبهة أو الفتنة في أصل كان هو متعارف عليه جيد يعني مثل على سبيل الفرد يجي يقول لك مثل فلان هذا من ينجاب هذا أو شنو هاي المسألة لماذا هذا الأمر احنا نقول سابقا شنو كان يعني هذا هسه فتح عقله وقال بيّن هذا الأمور سابقا شنو كان قبلهم أو قبل عشرين ثلاثين عام شنو كان الدور لا نقول هنا هذا الذي يوهم أو يشكك اليقين ويقن المشكوك معروف الفكرة دعو المعروفة منكرا والمنكرة معروفة فالشي هو يقين يضجي يشكك لك نحن نقول دائما نرجع للأصل الأصل شنو يقين أنا متيقن على أن هذا الصح لماذا أدخل بهذه الإشكالية هذا هنا يأتي دور البصيرة دور الإنسان البصيرة هو لما يكون قلب الإنسان واعي بني واعي قلب الإنسان مؤمن متمسك بطريق الحق هنا هو سوف يصير على خطى المولاء بالفعل أحسن لذلك يشوف في زمن نفس الإمام الشمر ماذا قال أعراد يبنى أختنا أعراد أعراد جانب إعلامي أحسن يشي على أنه مضللين مغرر بهم فهي ابن أختنا هلموا إلينا وهذا كتاب أمان لكم أبي الفضل العباس ما أراد يجاوبه الإمام الحسين أدبيا قال أجبه قال وأن كان فاسقا لذلك قال من عندما طلع وقال ما تريد قال هذا كتاب أمان من الخليفة من الأمير من المجال أنه أنتم بإمكانكم يسلمون أنفسكم وعليكم قال أتؤمننا وابن بنت رسول الله لا أمان هذا البصير هذا أحسن إذن أنت عندي يقين أنا هذا على حق تجي الشكك لي نعم أحسن لو نعرج على قبل أن نأخذ هذا الفاصل القصير هل البصيرة مرتبطة بالإيمان نعم نعم أبلا علاقتها له لا يعني أنه شوف من أين جاء الإيمان الإيمان الإنسان لما يدخل ويجرد نفسه من كل ملازم 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 زيان أي لا يكون فيه شك ولا فيه شبهة ولا يدخل فيه جوفه شيء وإحنا نقول اللهم ارزقنا توفيق الطاعة إذن الطاعة أيضا هم توفيق لذلك بعد المعصية وصدق النية شو شو وعرفان الحرمة وكرمنا بالهدى والاستقامة هذا لكلهن إحنا نطلبه من الله سبحانه وتعالى إذن أوكف الشيء داخلنا أرضية تستقبل هذه الطاعة تستقبل لذلك شوف من يصير عندنا هذا الإيمان يصير عندنا بصيرة يعني أن الإيمان هو طريق البصيرة أحسنت نعم أحسنتم الله يحفظكم جناب الشيخ أعزائنا المشاهدين أحبائنا إن شاء الله فاصل قصير ونعود إليكم مرة أخرى أحسنتم حياكم الله مشاهدين الأحبة مرة أخرى نعود إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل حوارنا بهذه الحلقة الخاصة بذكرى ولادة بطل العلقمي الصنديد سيدنا ومولانا أبل فضل عباس سلام الله عليه وأكرر ترحابي بكم فضيلة الشيخ محمود الصافي حياكم الله مرة أخرى وحياكم وبإياكم سلامكم الله تحدثنا قبل الفاصل عن قضية أن الإيمان هو طريق للبصيرة حتى يكون الإنسان بصيرا قلبه بصير يرى الحق ويسير على طريق الحق يجب أن يستكمل إيمانه يستكمله بصلاته يستكمله بالتزامه الديني ويجعل المولى أبل فضل عباس عليه السلام مقتدى ويجعله مصدرا من هذا النور المبارك ويتزود منه ويقلد هذه الشخصية المباركة كما تعلمون كما تعلمون نسمع على لسان الخطباء الأعز على قلوبنا أنه المولى أبل فضل عباس عليه السلام كان جميلا جدا حتى وأنه سمي بقمر بني هاش القمر هو الذي في ليلة تمامه وكماله عندما ينير الأرض هكذا شبه المولى أبل فضل عباس عليه السلام نرى أن بعض الشباب ممن يتسمون بهذه الخصلة وهي خصة الجمال ممكن أن يغتر ويتيه إلى الطرق الخاطئة فما تعليقكم على هذا الأمر وكيف يمكن أن يكون الشاب ملتزما بنفسه ولديه هذه الخصلة الجمال عندنا رواية أن الله جميل ويحب الجمال تارة جمال شكلي وتارة لا جمال لا مجرد بالشكل جمال في الأخلاق جمال في الحديث جمال في الإسلوب جمال في الابتسامة أبل فضل العباس سلام الله عليه حوى هذه الواقع عندما نذكر أبل فضل العباس واقع يعني كل أمور التي هي كجمال كشجاعة كوف كل هنحوا هنا بالفضل العباس واقعا فنجي للشباب كيف يمكن أن يكونوا بهذه الكيفية نعم لا بالشكل كيف أن المولى بجماله أحسن وجلال وجهه أحسن لم يغتر لم يغتر لذلك نوصي الشباب نوصي أبنائنا نوصي حتى بناتنا ليصوروا أنه هذا الجمال أنه الجمال يخرج بهذا الشكل الذي يضع المساحيق والمجملات كي يكون جميل لا الجمال بالتصرف الجمال بالكلام الجمال بالأخلاق الجمال بالمفاهمة ما معنى أو ما طعم هذا الجمال الشكلي وهو أخلاقه غير حسنة من رجل نقول سيئة لكن غير حسن يعني عصبي ويستنكف من كل واحد يتلفظ بألفار هذا ما نقيم الجمال الشكلي مخالف للذوق العام مخالف للذوق العام لذلك نشوف عندنا الجمال ومعندنا حديث يقول أن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامك ولكن ينظر إلى قلوبك هذا الجمال للقلب هو يضغي على الوجه يكون جميل للإنسان كذلك أبي الفضل العباس سلام الله عليه يقال كان بجماله هذا الذي أنه قلبه شفق فيه إلما للمحيب للمؤمن وكان تاقسوة إلما للعدو الذي كان يقف لذلك الكل كان يهاب ويخشى أبي الفضل العباس خصوصا في يوم كربل نعم شيخنا الفضل ما الطريق إلى كبح جماح النفس التي تختر بالجمال وبالشباب دائما ينكر في نفسه هذا الشيء وفي نفس الوقت يكرر الفاظ الأدعية والأذكار ونحن نقول اللهم اجعل لساني بذكرك لهجة وقلبي بحبك متيمة هذا الدعاء مشهور لذلك هذا سيعكس حلاوة اللسان وجمال الوجه عند المقابل كنت تشوف بالمرأة جزء الشكل لا مو حلوة بس الناس تحبه محبوب بطبعه باسلوبه بكثير من الأمور لذلك هذا اللي في القلب يضغي على الوجه ويضغي على كل تصرفاته اللي يشوف ان الناس تعشقه وتحبه وكثير من الناس يقول شنو هذا شعجكه شو تحبوه شنو شوف الفكرة هو من الله سبحانه وتعالى هذا جمال أبل فضل عباس جماله شكلي وبنفس الوقت بهذا الاسلوب كان سلام الله عليه سلام الله عليه سيدي ومولاي بل فضل شيخنا الحبيب كما تعلمون ان في هذا الزمن وحتى الزمن السابق يعني في هذه المرحلة مرحلة الشباب دائما ما يتهم الشباب بالطيش يعني قبل ان ندخل في هذا الموضوع الناس عندما يسمعون كلمة أبل فضل عباس عليه السلام يتوقعون انه رجل كبير ورجل ضخم ورجل في مثلا عمر الأربعين والخمسين أعتقد انه كثير من الناس لا يعلم ان المولى بالفضل عباس عليه السلام حين استشاده كان ما بين الرابعة والثلاثين والثالثة والثلاثين اي في ريعان شبابه وانه كان شديد العضد انه وصل الى مرحلة الشباب هذا الشاب الذي في زمان السابق وإلى الآن الذي يتهم بالطيش يعني ولكن المولى بالفضل عباس عليه السلام رغم شبابه ولكنه كان يتصف بالحكمة والإيمان ومثل ما قال الإمام الصادق أنه نافذ البصيرة وصلب الإيمان كان هو يعني المقتدى أو يجب أن يقتدى به الشباب يقتدون به هل ممكن أنه انتاج شخصيات مثل هكذا شخصية برأيكم برأيي لا يقص حقيقة شباب بعيدا عن القياس ولكن ولكن يمكن لنا أن نجعل منهج في يعني شلون احنا بالصغر عرفنا عن تارة بن شداد مو؟ نعم هذا زقلنا ياه في الصغر في المناهج احنا لو نضع برنامج أو دراسة لأطفالنا منذ الصغر حول أب الفضل عباس واقعا يكون هناك في نهاية المطاف اللي دي هو يتخرج شاب يعرف قلت اللي يقول كل أمور وين لم يكن متدين ولو هي سيصير مقارنة مصير ولكن نفترض بس يعرف شون يتعامل مع الناس يعرف شون يكون دائما أب الفضل العباس اللي دي هو الأخ الساند لأخيه لا احنا أخوا فقدت قال الآن انكسر ظهري احنا هذه الكلمة التي قالها لم يقل في استشهاد أمير المؤمنين لم يقلها في استشهاد الإمام الحسن عليه السلام ولكن في أبن فالله عباس وقف على وشمت بأدوي قال وقال بصوت حتى سمع أنين الإمام الحسن عندما قال الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بأدوي فأي مكانة كانت هذا اللي نقول مع العلم مع العلم كثير من في زماننا هذا نجد أن أخوه كان العداء بينهم وطيعة الرحم هذا لم يكن صفة من صفات أن يمتثل بالعباس عليه السلام لا أن يكون بكل الوسائل بكل الشداد هو أخ عضد لأخيه شوف الفكرة لذلك جسد هذه الأخوة الحقيقية ليشس الغرب أكثر الساسر الغربيين وأصحاب المعارك يعني نابليون مو يستشهد في قضية العباس مو يعتبر ويقول لك أنه أخ امتثل لأوامر عسكرية وثبت أنا أخويا ما ثبت يتكلم عسكرية أحسنت من هالجانب هذا من درس يوقع تريد إحنا نتحدث نقول لا أي في العسكرية ما عندنا السقتال بس أقف معه كيف مع أخي ساند له في الحياة الاجتماعية أنا أخرب يا على دنانير وفلاسين أو إرث هذا الذي يصير هذا الشكل هذا شنو يمثلنا يمثلنا على أنه لم تكن في أذهانهم وفي أخلاقهم وآدابهم أحسنت في قضية أبي الفضل العباس لو كانت هناك نظرة جادة ومعرفة حقيقية لأبي الفضل العباس سلام الله عليه لا يكون كل الأخوة يستندون ويساندون مع بعضهم ويقفون ولا يخترقهم أحد نعم أحسنتم المولى أبي الفضل العباس عليه السلام جسد الإخلاص الكبير كما ذكرتم الآن الإخلاص بأعلى درجاته لإمام زمانه والآن ماذا تنصحون شبابنا ماذا نستلهم من أبي الفضل العباس عليه السلام بالإخلاص لإمام زماننا صاحب الأمر والزمان أقول حقيقة وأوصي الشباب وأوصي نفسي وكل المؤمنين أن يتخذوا من أبي الفضل العباس سلام الله عليه قدوة كيف يكونوا واقفين أو يمتثلون لأوامر إمامهم بالفضل العباس لم يمتثل يوم من الأيام أمام الحسين بعنوان أخ كان يراه سيد سيد أحسن قائد دائما ما كان أوصت السيدة أم الدنيل العباس عليه السلام وإخوانه بأن يجلسوا مجلس الوقار أمام الإمام الحسين لا يعتبروه أخا يعتبروه سيدا يعتبروه إماما كانت توصيهم هذا إمامكم أطيعوه لذلك يشوف أربع من الأخوة يمتثلون ويأتون ويعلمون أنهم شنو سيستشهدون أحسن يقتلون خلاص بس كان لهم الفخر في ذلك شن أخوة شلون أنه جعلت أو استطاعت أم البنين أن تغرس هذه المحبة في قلوب أبنائها مع العلم هي شنو تعتبر تعتبر دائما الضر وين تكون ميولها ميولها الأبناء نعم شو لها الأحد إذن هذه قمة من الوفاق قمة من الأدب والأخلاق قمة الإخلاص أحسن الإخلاص لذلك نحن نوصي الشباب أنه كيف يمكن أن يمتثلوا مثل هذا أو جسدوا هذه الأخلاق وهذا الامتثال مع إمام زمانهم ألا تأخذهم الإشاعات والأكاديب الذي تنشر وتوضع شكوك في عقيدتنا في قضية الإمام المهدي أن تكون أنه الإمام حاضر الإمام مولود الإمام ما مولود الإمام منه يقول موجود وكذا كثير من التشككات الداخل لا خلينا نكون إحنا ثابتين وعندنا يقين على أن إمامنا عندما نخطأ ونذنب الإمام حاضر وشاهد على أفعالنا لذلك شوف عدنا الآية بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون هنا مبسر يقول محمد وقال بيت محمد أحسنتم أحسنتم كثيرا جناب الشيخ العزيز الحديث يطول كثيرا عن سيدي ومولاي وأنا الآن جالس هنا وأستشعر النفحات التي هي قريبة من القبر مولاي أب الفضل هو باب الحوائج مقصد الناس وساق العطاشة والسقاء بحد ذاته لم نتطرق لضيق الوقت ولكن العباس بحر والآن نحن تكلمنا بقطرة منه أعزائنا المشاهدين وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة التي ما كنا نود أن تنتهي ونحن بهذا الجوار الطاهر شاكرا ضيفي العزيز جناب الشيخ محمود الصافي وأشكركم على حسن المتابعة والإصغاء وأيضا أكرر هذه التهنئة بهذه الولادة المباركة شكرا لكم مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر